برهاتف السيد سلطان العبدالي الناشط والمعارض السعودي سيد سلطان مرحبا بك معنا أهلا وسهلا ورحبا حياك الله سيد سلطان يعني ونحن نناقش سد النهضة الآن هناك حديث أو مطالبة إثيوبية بإطلاق سراح رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبيا السيد محمد العمودي الآن لماذا مازال محمد العمودي في أريدز كارلتون رغم يعني إطلاق سراح أغلب من كانوا فيه حتى الآن مرحبا واحدا وسهلا بكم ومشاهدين جميعا الحقيقة الجريمة التي ارتكبها الولي العهد السعودي محمد بن سلمان جريمة خطيرة جدا ليست على المستوى الإنساني فقط بل حتى على المستوى الاقتصادي والمالي ومستوى الثروة في بلادنا في المملكة في بلاد الحرمين هذا جانب جانب الآخر ليته حينما تدرع بذريعة محاربة الفساد ومناهضة كل ما كانوا من المفسدين سواء من الأمراء أو الوزراء أو أول آخره ليته كان مثالا يحتل في هذا البارد فوجينا بأن وجدناه يشتري اليخوت والقصور اللوحات بما يقارب 2 مليار دولار هذا واحد اثنين ليته أيضا حينما أراد أن يشتري هذه الجرأة الجرأة التي لم يسبق بها من قبل لا من أعمامه ولا من والده ما كان أميرا للرياض ليته طبق الأنظمة التي وضعها أعمامه مثل نظام الإجراءات الجزائية مثلا نعطيك على سبيل المثال في نظام الإجراءات الجزائية تنص المواد نفسا بأنه لا يجوز اعتقال أحد ولا توقيفه إلا أن تبرز له التهمة خلال 24 ساعة من النيابة وإذا كانت تسمى هذا التحقيق للدعام يجب وجوبا وليس منة أو تكرما أو تفضلا يجب وجوبا أن يمنح الوقت لتوكيل محامي حتى لو لم يكن محامي يوكل أي ما شاء وكيل شرحي هذا جانب الجانب الآخر يجب إطلاق صراحي خلال ستة أشهر إن لم توجه له تهمة وإن لم يحاكم هذا جانب الفكرة أن محمد بن سلمان بتغويره الفضيع على الثروات والمال حينما كان مهملا لا يعبه به أحد ولا يعبه به أحد لا من أعمامي ولا حتى من الإجراء بس هو أنا مشكلتي الآن عفوا سيد السلطان بس عشان أنا أنا حاجة تكمل بس عفوا عشان الوقت بس اسمح لي أكمل فكرة فقط اسمحي بس كان محمد بن سلمان أنا مش مش موضوعي دلوقتي محمد بن سلمان لأنه إشكالياته الاقتصادية ومنقشة مشكله كبيرة والوقت للأسف ما عنديش وقت أنا عايز أن نقش شخصية محمد العمودة تحديدا ما أنا بس عايز أعرف تحديدا محمد العمودة لأنه محمد بن سلمان فيه إشكالات كتير في كلامه أنا ما عنديش وقت دعني أتسلم يا سيد حتى نكسب الوقت لابد من الخلفيات التاريخية حتى يعرف المشاهد ماذا نقصد ولماذا اعتقل محمد بن سلمان العمودة تحديدا أن محمد بن سلمان العمودة لم يكن واحدا من الذين اعتقلوا من الذين ليس له موزن كان الشيخ محمد بن سلمان العمودة له وزن تقيل وهو من أهل الخير في المملكة وهو من الذين كان لهم أعمال خيرية كبيرة بالذات في منطقة الحجاز هذا جانب الجانب الآخر أنا أتوقع وقد نمى إلى سمع بعض الأخبار لست متأكدا منها لكنما ينتمع بعض الأخبار أن كثيرا من التجار الذين لم يخرجوا إلى الآن ومنهم محمد بن سلمان العمودة يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي رهيب كله وكل ذلك من أجل الإجهاز عليهم للتنازل عن ثرواتهم وهم صمدوا فترة معينة مثلهم مثل الصح كامل مثل غيره لكن تمارس عليهم ونحن نعلم أن اللواء القحطاني مدير مكتب الأميرة عبدالعزيز أو مشعل بن عبدالله أمير الرياض قدتل تحت التأذيب في الرتس هلأ كل أحد طب ليه لم يتم التسوية زي ما تم التسوية مع الوليد بن طلال لا 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 لأن شخصية محمد بن حسين العمودي لا تسمح له بأن ينخذل ويسوي أو ينخدع بهذه الأسرة فهو يعرف هذه الأسرة جيدا وهذا محمد بن سلمان كثيرا ما قال للناس أنتم في وجهه تعالوا كذا فإذا به يخضر بهم فهذا أمر معروف فمحمد بن حسين لديه من الصلابة ولديه من العلاقات الدولية إن كان في السويد كلنا نعلم أنه كان من الذين يمتلكون مصاطر النفط في السويد في المغرب والأخر وفي أثيوبيا لأني زرت أثيوبيا وما كفت فيها عشرة أيام فأعرف بالضبط من هو محمد بن حسين العمودي محمد بن حسين العمودي متمكن جدا من مفاصل الاقتصاد في أثيوبيا فمحمد بن سلمان الآن شريح جدا ويقومه مفتوح لكي يلتهم كل فروة محمد بن حسين بيجب أن يتنازل ضغط الحكومة الأثيوبية تستطيع أن تضغط ضغطا أكبر وقد ضغطت من قبل تستطيع أن تضغط ضغطا أكبر ولكن للأسف الشديد أنا لا أرى لشكومة الأثيوبية تضغط للتجاسع إلا أنها حخاطبة محمد بن سلمان أو الدوان الملكي ويماطلون وهذا عدد النظام السعودي وضحت الفكرة أشكرك شكرا جزيلا أستاذ سلطان العبداليا النشط بالمعارض السعودي